إذن ننتقل الآن إلى موضوع آخر وسنوات ثقيلة وصعبة من الدراسة تنتهي بهم في المطارات حيث تقلهم الطائرات تقلهم نحو بلدان تمنح فرصا أكبر هذا حال الأطباء الشباب في دول عربية عدة هجرة يراها المسؤولون بالداخل خسارة كبيرة ورغم ذلك لا يغيرون من سياساتهم التي دفعت بهؤلاء إلى الهروب ويحتل لبنان المركز الخامس من حيث الدول التي تصدر العدد الأكبر من الأطباء المتخرجين حديثا خاصة إلى الولايات المتحدة عدد كبير منهم لا يلتحق بالبرامج الطبية التي تقدمها المستشفيات الجميعية في لبنان ويفضل البحث عن فرص عمل في مجال الأبحاث والبرامج الطبية في البلدان الأوروبية عما في سوريا فالأمر تحول إلى معاناة يعيشها القطاع الطبي بالداخل في ظل هروب الكوادر الطبية نحو الخارج العديد من الاختصاصات الحيوية وخاصة في مجال التخدير أصبحت تعاني من شح كبير في الكوادر وهو ما يهدد قطاع الرعاية الصحية في البلاد الوضع في تونس يبدو أكثر سودوية فالمسألة تجاوزت نازيف الأطباء ونزوحهم نحو الخارج لتصل إلى ارتفاع حالة الإرهاق النفسي والاكتئاب في صفوفهم في ظل ظروف العمل الصعبة والرواتب المتدنية وسعاد العمل الطويلة هذه الأوضاع دفعت بنحو 900 طبيب إلى الهروب نحو بلدان أوروبية خلال العام الماضي فقط في المغرب الأمور ليست أفضل حالا وزير التعليم العالي كشف أن أطباء وعدد الأطباء الذين يتخرجون سنويا يصل إلى 1400 طبيب نصفهم يهاجروا نحو أوروبا بعد سبع سنوات من التحصيل العلمي يعين طبيب الشاب في مناطق بعيدة تفتقر إلى الحد الأدنى لشروط الحياة والعمل المهني وبأجر شهري لا يتجاوز 840 دولارا وهي ظروف تجعل خيار الهجرة أكثر إغراءا لنقاش الآن حول هذا الموضوع نرحب مباشرة من بيروت نرحب البروفيسور شرف أبو شرف نقيب الأطباء اللبنانيين سابقا أهلا بك معنا في المشهد الليلة أولا هل الوضع الاقتصادي فقط هو ما يدفع هؤلاء الأطباء الشبان إلى الهجرة نحو دول أخرى نتحدث هنا سواء عن لبنان أو باقي دول العربية هو السبب الرئيسي كمانا بنقول لك مساء الخير أعلم وصح الوضع الاقتصادي المالي المتأزم والمشاكل المتراكمة يلي عانى منها لبنان بالسنوات الأخيرة سياسيا صحيا مع الكورونا انفجار مرفأ بيروت تدني سعر سرف الليرة كل هالأمور خلت قصم كبير من الأطباء اللي قادر يشتغل برات لبنان إما بالدول الخليجية وإما بالدول الغربية عم بهاجر نعم عنا شغلة مهمة كتير بالبداية نحن حوالها 15 ألف طبيب في لبنان ما يعني عنا طبيب لكل 300 مواطن اللي هي نسبة عالية جدا مقارنة بالغرب مثلا طبيب لكل ألف مواطن هالشي هيدا خلى لبنان رغم هجرة ما لا يقول عن 3500 طبيب لحد هلا يظل واقف على إجراء من الناحية الصحية يعني عم نقدر نلبي الحاجات مثل ملازم وبكل الاختصاصات ولكن النزف إذا كمل بهالطريقة اللي نحن نشايفينا مع الأسف وبرجع أقول السبب الرئيسي هو مالي اقتصادي رح نوصل لأزم كبيرة كيف يمكن يعني عدم كيف يمكن تجنب عدم تدهور الأوضاع أكثر ما هي البرامج التي يجب وضعها؟ يعني بالدرجة الأولى إيجاد حل سياسي مالي للزارف اللي نحن قاطعين فيه تحتى يصبح فيه استقرار اقتصادي مالي وتحتى الأطباء يظلوا موجودين بالبلد قصم كبير من اللي عم يتخرجوا نحن عنا حوالي 700 طبيب بيتخرجوا سنويا عم بيغادروا فورا إلى الدول الغربية وهي دي خسارة كبيرة لأنه نحن عم نتكلف عليهم سروات هائلة حتى يحصلوا على ديبلوم طبعهم وفجأة بيجي الغرب بيطفهم بدون ما يتكلف عليهم شي وبيعرف الغرب أنه المستوى العلمي عنا عالي جدا والأداء عالي جدا بشان هيك بيستمنوا عليهم إذا بدك بتعبير آخر منقول نحن بيشوفطون أو بيلهطون وزات المشكل بالنسبة للممرضات لدينا ذات المشكلة هنا في حوالة 3000 أو 3500 ممرضة كمان هاجروا للأسباب المالية الاقتصادية ذاتها منقول لذلك إذا ما نوجد حل سياسي مالي على السريع نحن واصلين إلى الخط الأحمر كما بيقولوا وبصور الوضع فيما يتعلق بعلاج المرضى أصعب وأصعب هناك من اقترح أن يتم اللجوء إلى استقدام أطباء من دول أكثر فقرا من دول فقيرة في العالم هل تعتبر أن هذا يمكن أن يكون حلا في دول مثل لبنان ترعى هذا الأمر بدوا يمر بكل يوم بوزارة التربية ثم بوزارة الصحة وبدوا ياخد إذن مزاولة المهنة من نخابة الأطبة وهو أمر صعب جدا لأنه نحن من باب المحافظة على المستوى العالي عنا والأداء العالي عم تجعل اللي عم يجو من غير دول من الصعوبة بمكان أنه يقدروا يتخطوا كل هالشروط هذه ألا بعرف أنه بمخيمات النازحين السوريين يمكن في أطبة سورية عم تجي تشتغل عندهم ولكن بالقانون اللبناني ممنوع حدا يشتغل إلا ما يكون قطع بالكولوكيوم بوزارة الصحة ونفذ شروط إذن مزاولة وممارسة مهنة الطب باللبنان نعم هذه المعايير العالية في تدريب وتكوين الأطباك التي أشرت إليها هناك من يقول أنها هي السبب في تخريج عدد محدود من الأطباء في كل من هذه الدول العربية هل تعتقد أنه يمكن اللجوء إلى تخفيف هذه الشروط تدريجيا لربما زيادة عدد الأطباء في كل دولة نحن بالنسبة لألنا في لبنان مش عم نشتغل تنخفف الشروط عم نشتغل تنزيد الشروط وأصدرنا بمجلس النواب قانون إذن مزاولة مهنة الطب للحد من العدد لتوحيد المفاهيم بين الجامعات وللحفاظ على مستوى عالي هذا اللي قادرين نقدموا بلبنان وبالشرق وعم نستفيد منه كنا عم نستفيد منه سابقا ولبنان لذلك كان معروف بمستشفى الشرق نسبة لهالجوض العلمي الصحي اللي كان قادر يقدمه هل هناك إمكانية مثلا من فتح استثمارات ربما أو لجوء إلى الاستثمار الطبي كما أشرت كحل لهذه المعضلة يعني يكون الحل حتى من جهات خارج الدولة وتستثمر هي في الطب تستثمر بلبنان ما في حل إلا حل سياسي برجع أقول لك العدد عندنا يكفينا وما قادرين نستوعد بعد أكتر المشكل الكبير ما قادرين يجيب من غير أمكن كان دول عربية خليجية أو دول غربية إلا إذا خضعوا للشروط والقوانين المعتمدة محليا واضح جدا نشكرك جزيلا شكرا على مشاركتك معنا في هذا نقاش من بيروت البروفيسور شرف أبو شرف نقيب الأطباء اللبنانيين سابقا